مساء الخير حبيباتي وشرايكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم احبت انطلع عليكم بروتين على البالي توحشتوني ماما انا توحشتكم والفتكم تانيت والحجلة تخليني دايما نرجع لكم هي تعليقاتكم كما كل مرة قولها لكم في كل فيديو اليوم سنشارك معكم بروتين مسائي بديتو لكم القهوة العصر حتى للليل ونريكم كامل جدرة لحشيات تاعيك فاش نطلع في روحي روتين العناية بنفسي يوميا بخيس كل يوم نديرو اهنا كي مشتو كنت حابة ناكل امتقبة تشاهد في الامتقبة درتها ولا حبيتو نشارك معاكم الوصفة السهلة مهلا ما فيها حتى حاجة ولا نحطها لكم في الانستغرام بالنسبة لي ما عندهمش ولا ما همش يتابعوني في صفحتيها الانستغرام نحطها لكم في سوندوق الوصف روحوا تابعوني ولا ندلكم كابت يوغل هنا في الفيديو باش تشوفوها نحط لكم الوصفة تمام مكتوبة درت شوية تعمتقبة وحبيت نشربها بلاتاي طيب شوية لاتاي بالنعناع الله الله واستقهوينا ونبعد ماشي استقهوينا شربنا لاتاي ونبعد اتيك جسد اللحشة قلت واش ندير واش ندير كلا هنا عندي شوية بولي رحيته في الروبو وحتى هيت ندير به الدول ما قلت ندير الدول ما عندي بزاف ما درتهاش بديت قطعت الحاجة الأولى لبصال ونبعد نوريكم كيفاش درتها تجي هاي لا هي سيفغيت على الافيونداشي تجيب بنين عليها وكامل مي على بلكم مع الغلال يرانا فيه وكامل كيم بزاف من الناس ما يقدروش يشغل الحم خاصة في شهر رمضان الميزانية راحت الميزانية حتى قعدة هي هي ببرك نقولوا دايما نستهل كلو حم على بك مرحة كيكون صايم لازم يكلو بياه وكامل نقولوا يوميا نستعملوا الحم والجاج انا كيكون الحم غالي بزاف ما نشريهش دايما اغلبيا نستعمل الجاج والجاج يعني ماهيش حاجة لي من قدوش نطيبو بها انا الجاج ندير به كلش ندير به الكغاتان ندير به الكيش ندير به البلات خاديسيونان ندير به الدولما ندير به اي حاجة البوراك كل حاجة انا اول حاجة رحيط البصل انا نملكم واحدة تدبير البصل كي محبش يدور لكم فالربو ديروه قطارة شوية واحد شوية تعلمه جميعرف كبار ولا تعلمه كورجات والبطاطا دول ما كل واحد يحب يدير كلي دير طرشي انا الطرشي مكانش عندي مدارين يدير كل جي حبه حبه حتى القرنون دول ما يجي هايا نخلط كلش هنا بديت نفرق في الكورجات هنا البنات الكورجات تحتكم باش يجيكم بنينا كي تنحول هادو كل الزوائد الدخلانيين ديروا صباحكم في الملح ودخلو الهل دخل الملح تجيكم وحت الكورجات بزاف بنينا وكي تحبو تديرو الدول ما ديرو بالكورجات لي تكون جديدة يعني هادك جابها لك راجلك ولا بابك ولا أخوك صباح ولا غض منتك ديري بيها بس كل كورجات قيلة قعدت تخواجوك رح تولي فيها وحت المرورية ومتجيش بنينا انا كان جابها لي راجلي جديدة درت بيها الدول ما جت وحت البنة بزاف هايلا درت بيها طعام بالمرقة درت بيها هادي جت هايلا اهنا من البارح كان قاعد لي شوية بولي عاشي نسيت وش طيب تباه وازدت رحيت عليه شوية عصدر واحد اخر ودرت انا بالنسبة للطول ما تاعي وش ندير فيها على فخص جاج ولا الحم بولي عاشي ولا دانداشي المهم ندير عليه التوابل تاعي ندير عليها حفينة على الرز ندير عليه المعدنس انا المعدنس ما كاش متواجد عندي وندير لي زيبيس فلفل لكحال ندير زنجبيل كلي ديروا الكمون ندير التوم بوضغ ولا بوضغ ولا خضر وندير صفار بيضة ولا بيضة تكون صغيرة نطم بها هذا ما كان وش ندير وندير لاشابلوغ باش البولي تاعي ما يجينيش ناشف اصدرت على الججعة لابلكم يجي شوية ناشف والا الكمون اللي بنات يمدلها واحد تدوق بزف 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 بنين ورشاتها على النعناح في الدول ما بزف تطيلها بنا انا صراحة ما كنتش نديرها قاتلي عليها ماما قاتلي يجربيها بالا بالنعناع فعلا بالنسبة للدوزين ديالي وش تدرت تحبيبها بصل الدول ما ارحولها البصل يكون رطب باش تجيكم هذي كلاسو ستقيلة واجيكم عاقدة وهادك البطاطا كي نحيت لها كامل الزوائد هذوك اللي نحيتهم منها ما حبيت ننميهم وش درت لهم درتهم فالروبو وزيت عليهم الماء شوية تعلوها باش يقدروا يدوروا لي فالروبو ودرتهم يتحمسوا معاهم باش تجيني لاصوس تعيم لبيا ومنها ما ننميش هذوك الزوائد على البطاطا ودرت ليزي بيس فلس مع البصل شوية زبدة ودرتهم يتقلوا ودرت فلفل كحال درت شوية قرفة وزنجبيل ودرتهم يتقلوا كي يتقلوا ودرت هذيك الكركاسات على الصدرسال الججب تتلقلي البنا هنا هايلك اللي بنات البطاطا اللي قتلكم عليها رحيت هاتو اللي انجيري بوري كي تتقللي البصل مرميها تلبي لكم اللاصوس بزاف طريقة هايلا هنقعد لي بورك لهذا البولي باش ندير لفق ساعد دولما كي ما كم تشوفوا انا شرحت لكم كامل وش درت نسي دايما في الروتينات هادو الجايين نسي لمدلكم وصفات تحليات عفسها هكا باش تستفادوا من الفيديو خلوه دخلوهم الرمضان ان شاء الله يعني في رمضان الى كتب المكتوب وربي يعيشنا في رمضان نشارك معاكم تاني سالاطباغ اللي نديروهم وقبل ما نروحوا لرمضان وطياب نشارك معاكم التنظيفات كي ما كل عام يعني بديت معاكم صافي هذا وقت لعام الخامس ولا السادس من اللي فتحت القناة ولا ندير معاكم دايما الروتينات التحفيزية لاستقبال شهر رمضان مبارك اللهم اهل له علينا بالخير والخيرات ربي ان شاء الله يدخلوا عينا بالصحة ولهنا اللهم كي ما قولوا لا فاقي نصوموا ان شاء الله هاو الدعاء ورحم الراس عندما نتوحكم على البذيخ هاو الدعاء لو ندلكم في المونتج ولي يديرو يمس فيه ويمس فيه ويجبوني المهم قولوا للبنات وش رايكم؟ الرمضان مازلوا واحد الشهر وعلى 13 اليوم ويلة اربعة 10 اليوم هكذا? انا قولت ما ازلش فيها الحال حلو المينج كما قلت لكم في الفيديو السابق اللي دارها كبيرة تقدر تبدأ قولوا لي لا حبيتوا نبدأ ونبدأوا مع بعض نبدأوا كل يوم تديروا حاجة باش ما نعياوش نحب أعراء التحكم كامل في الفيديو هذا لا حبيتوا نبدأوا نبدأوا الروتينات التحفيزية ولا حبيتوا ما زلت على التنظيفات وتزرزق كيفاش نجبد للحالة وكامل قولوا لي أنا بديت نعمر في هدوك الباطاط هنا ولدي روي متلي بالوحدة وأنا نخدم أنا مسكين ولدي كان مريض بالحمة خليتوا معي كنت نلتي فيها بالهدرة وكامل باش ما يحسش وكيت عندو حفيظة عندو قراءة يصفي ما مسكين مقدرش كامل يحفظ لي قولوا لي انتو ما وشاكم ديرين فيها اهل ابنت قبل ما ننسى هذيك التحلية لي عجبتكم كامل ان شاء الله في الفيديو في الفيديو اللي مر هذا نديرو لكم نديركم التحلية وحدها باش كيتحوسوا عليها في رمضان تصيبوا هكي مززة فيشتكوا من هات الحقيق قولوا لي كي تديرينا الوصفات كما هكا تحلية باينة ولا كيك ولا غاتو قولوا لي ديرينا هنا وصفة وحدة باش كي نديرو نحوسوا عليها في اليو عطيب نصيبوها ما يكون لخاطركم على بل يبطيت عليكم اهنا كي تحمص لها ذاك البصر مرغت شوية ما ورمية الخضرة ديالي والبنات الدولمة كي ترموها متغلقوش عليها الكوكوطة تمتم خلوها ترفض الغلية كي تشوفوا هذك الجدول الحم تحكم شغل يبدأ يبس في اللام ينشف تمت قطوش تغلقو الكوكوطة انا كتشوية مزروبة مداري للدولمة التاعي جامي نغلق عليها في الكوكوطة ندخليها على نرقلي للطيب هاي لكي هادو ما البوركتاء مش البورك الدولمة اهنا البنات راني ندير هذا الخبز يجي هاي الخبز المنفوخ يجي عبركم كي يكون طيفي ولي كما البالون بزاف هاي وراني نطيفيه في الكوكوطة الكوكوطة راهي الطابونة راهي فزة سيبوخصاراني نتعذب كي يكون طيب ما قدرش نشارك معاكم لا هذا الخبز لا الخبز تعسمي اللي وعدتكم بهذاك ان شاء الله هكينا نروح لدارنا نصور لكم في دارنا اهنا ندرت هاي التحلية على جهة لكم صورتها باشا غدوة في الفيديو نحطها لكم نتجي انديري خمديا ساق هنا البنات كي تعشيت وتعشينا ما وردت لكمش دول ما تاعي كيفاش جات انسيت ما وردتها لكمش اللي هنا البنات هني حطت لكم تصويرها برك كي طيبتها هاي لك الفيديو ما صبتوش قلت لكم غسلت لما عن تاعي أولادي وردي كان يتفرجوا في المات هنا على الروتين هدا صورت لكم منها ليلعب التزاير وخسرت أنا كي كان وراتيين وتقلقت قلت نحن لبس حويجي وقبل ما يبدأ وكامل قلتنا نبدأ الحويجي انتظر الله في روحين نوليكم دايما في القناة بلي دايما مهما تكون تكونوا تعبانين على بل الأمهات خاصة أنا ربي تربية وعرا ما تنسو شروحكم ترتبوا لي كخام بترطي بيدكم لماسك أنا درت هذا كل الماسك تعلو جه بزيف هاي لتاع الكولاجين وماش يرخاء لنتعبوا مش ماثفة لنقموا معهم ورحتموا تفرج معهم للماتش اكبر نشارك معكم اشكل الاجواء هاد الروتينه انسيو انت استفادوا معي حاجة قليلة فعانو اني نحط يوميا ما عليش خرمن منبنش كامل مدبيا رايكم كامل حبيباتي على التنظيفات رمضان قولوا لانو ما رايكم نبدأ هنا كي كنا نتفرجوا في البالون وريت لكم تقلقنا كنت مع البنت في الانستقام حطيت لهم ستوري لهنا قالوا لي أنا مقلقين أنا في حالة المهم لبناز هنا يا حبيت نشارك معكم تاني توش خدمت لوليدي خدمت له هذه التعلاسوسات بزفها إلا حبيتوا كيفش خدمتها وكامل طريقة نشارك معكم مكاش مشكلة تعرفوني الحاجة اللي نديرها نحب نشاركها معكم بلاك تستفادوا يعني نحيت له الرضاعة الطبيعية وكامل وبعد اللي حبيتوا نحكي لكم في الفيديو هات الجاي السبب لي خلالي نحيلو ما لقيت وراهو صغير وبعداتيك عوض لي الرضاعة هاتيك عوضها بال عوضها لي بالوسمو بلاسوسات هنا نغم المورة نوريت لكم كامل والشريط حنشارك معكم لبناز عمبالي مدرتهاش في هذا الفيديو هنا هادو مسوالح شريطهم كامل من عندلي يبيع لوازم الخياطة شوفوا كل حاجة رهي بينها هادو استقاموا لي شحال 35 ألف أو كين كامل الألوان الأنواع الأشكال هاد الحنوة اللي شريطة عليه جاي في قليعة يبيع بززف حاجة تهيلين إن شاء الله لا أحبيتوا نحط لكم الكاكتز باش تسفادوا كامل هالشيط الألفابي حطيتها وفي الفيديو الجاي اللي بنات نوري لكم بطريقة نكملها لكم إن شاء الله شكرا